السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا جنات عمين ايه كل عام انت بخير رمضان كريم عليكو يا رب ان شاء الله الايام الجاية تبقى احلى من الايام اللي فاتت النهاردة هنعمل حمام هنعمله في الكيس الحراري في الفرن انا بعمل الحمام دايما في الفرن بس النهاردة هنجربه بالكيس الحراري ان شاء الله يطلع احلى وهيطلع بنيل وهيجب هنمشي من المقادير واحدة واحدة احنا نشوف احنا معنا كم حمامة مثلا احنا معنا ثمن حمامات هنحط عليهم ثمانية كبشات روز زي كده يعني على اد ايدك انا اينجي صغيرة هزود انت ايدك حلوة شوية ازودي يعني على اد اكبشة ايدك انا هحط ثمانية انا عملت ثلاث بصريت اهم هحطهم على البتاجاز وهنشوف بس انهم روز على اد ايدك ثمانية يعني بل ثمانية تحط ثمانية اربعة حطة اربعة على حسب الكمية اللي معاك يشتغل فيها يوني روح البتاجاز وضع معلقة زبدة سمنة بلدي وعلى فكرة أصحن الزيت أنا أصحن الزيت الأكل يطلع طوام حل ستضع السمنة عندما تسيح معاك وهتضع عليها البصل بس يا بنات هننزل بالبصل نقول بسم الله هننزل بكرة البصلات دي خطم البصلات العقدار أحاك بس هيدو ماشي قال لي ديها بقى لما تدبل شوية وارجعلها داني بنات البصلة تكبرت زي ما انتم شايفين هنحط في الفلسوك أنا مشكلتي بقى ما بعرفش أحط مقدار يعني حطي نص معلقة صغيرة ماشي أنا بحب أحط الهيل في الأكل لو انت اللي هو الحبهان عندك حبهان حطي معندكش ما تحطيش طبعا الحاجات دي مش أساسية كلها ايه كده يعني يعني ربع معلقة حاولي تحط سبع بغارات سبع بغارات هيديه طعم رائع رائع نص معلقة صغيرة برد لأ أنا هزوج صراحة لأنا بحب البغارات السبع بغارات ديه طعم جميل جدا 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 كمان هنحط ملح بسم الله الرحمن الرحيم حط شوية ملح ماشي سمين شوية ملح لما بتقلب البغارات مع البصلة بتديها طعم رائع مش مع الرز مع البصلة عشان البصلة بتشرب من البغارات دي بتشربها فبتملك السوس حالي هقلبها كده وهغسل الرز وهاجي احطه عليها وهوريك هنعمل ايه يلا شايفين البصلة اللون هغير ازاي من البغارات هننزل بالرز بتاعنا هنقول بسم الله وننزل بالرز ايه بسم الله هننزل بالرز كله اللي معانا أنا هنزل بكمية الرز وارجع اللي بتاين ولا تحطه في رز هتحطي مية عليها انا مش هتغرقها المية يا دوب هتغطيها بس انا عايزاي استوي وبس يعني يا دوب يخش على سوى لان هو هيتم سوا في الكورنة زي ما احنا متعرضين يلا هرجع هحط المية وهذه هنشط المية المية سخنة طبعا ها اهو انا فيه النهار بس 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 اهو يا دوب الرز بس المية غطت الرز بس سيدي استوي على مهلو وتحشي بيه الحمامات بتوك ونشوف هنعمل ايه انا طبعا هسيجه استوي بس ياخد وقت عشر دقيق كتير بس ينشرب المية ووطع ليه وخلاص في دوقتي انا عملت الرز خلاص استوي سبت عشر دقيق على البوداجاز زي ما انتم شايفين كده هنجيب الحمام بتاعنا انا بحبش اشتغل بالمعلقة بصراحة تحية كده شوية والبسم الله وتحشي الحمام بالرز من جوه من جوه كده اهو ماشي وكمان هتفتحي من هنا هي مفتوحة بس انا عزيزي خل ايدي عشان انا بخاف وبقلق الرز صخم طيب هتفتحي زي كده وهتحطي كمان الرز من هنا اهو بسم الله زي ما انتم شايفة كده وهتحشي كمان رقبته الحلقة اللي هتلاقيها مش هتعرفت بخاجرج ليها ببعضيها هتحطي فيها الخلة بتاعة السناء انا مش هحشي رز عالاخر يعني انا هحشي معاكو دي بس عشان ما طولش الفيديو انا شمره اطماني بقى عشان عارف اشتغل دي ما لهاش راست للاسف سورز وصل لحد فوقها هتحشيها كلها حمامية تبقى محشية كلها وهتدخلي رجليها في نفسها يعني هوريكي ازاي اهو بسم الله اهو هنا هو عندك فيه فتحة اهي حاولي تعملي كده برجل بسم الله انا بس شايفة زحلة اهي مش هارفة بسم الله اتنيها كده ودخلي رجليها هنا هو اهي والرجل التانية هتعمليها بنفس الطريقة يعني حاولي هتخش هتقول لا اهي بس كده بس انا كمان هقفلها من هنا عشان اضمن ان الرز ما يقعش وهقفلها من فوق عشان الرز ما يقعش وده شكلها انا هكمل الكمية بتاعتي كلها وارجع قولك هنسويها ازاي يا بنات انا خلصت الحمام كله بغض النظر ان انا غيرت نوع الحمام بغض النظر ان ده حمام لهيطة ده حمام لهيطة وده حمام بتاعنا اه اه مش عارف انا حسيت ان لو عندي حاجة حسيت نهوا مش مش يريحني مع ان هو لونم الحمام كده بس انا حس انهوا احتمال يكون بايز Aحتمال يكون كده فانا ده الحمام بتاع لهيطة عامامها بلولين بل هو ده عما بلولي مبلغ. حمامية مش عارفة ربنا بارك فيها مش عارفة. ما علينا مش ده موضوعنا خالص. نرجع لموضوعنا الاساسي هنجيب كياس الفلكم. فهنجيب زي كده. هتجيب الكيس. الكيس ما شاء الله كبير يحلو ويفرح. هتجيب الحمام بتاعك. هنخطه في الكيس الحراري زي كده. بسم الله رحمة الله رحمة الله مبهم. اللي هي اتخذ وننا مش حمام بس هم نضحكوا علي لو ده. ينتبقها حمام بتاعك ده. بتاع عما بلولي لان هو ملوس يعني يا شعار. هاتكون مسخنا مية نزون بتجاز على على الفاتر يعني هسخن مية وحطها واخط مية كمان هنا. بس يلا واحدة واحدة بالخطوات. ما انت شايفة بسم الله رحمن الرحيم هنحط مية سفر. ماشي? هحط شوية بس كده مية سفر. بس. هنقفل عليها. خاني بس هشوف كين اللي بيقفل عليها. خان ما يبورت. اهو. هي بيبقى معاها كل حاجتها. يعني بيجيب الكيس وانعاء كل حاجة. آآ هي عليها ملحة كفل وبهرات. انا عايز اخط لان انا برضو الملح انا عايز امالح من بره ستاني. انا هرب الكيس قبل ما عمله. وانحط كمان شوية ملح. عشان يمترخ نفسها الحمامة سورية من بره تتبك. خلاص اهو. انا احطى في الحمام. لأ مش مشكلة دي. عاو. انا بتحطى في الحمام تتبك. فهو خرمه. مش مشكلة. يعني كده كده هي خروم. يعني كده كده هيفصلن. اهو. ماشي. آآ وانتي تذبخي معرضة لأي حاجة فده عادي. مش احنا بالسوبر يعني هنعمل كل حاجة مش هنغلص. لا اهو كيسة خرام من غير ما هنقفز. عادي. الحاجة في الكاب عادي. يعني ما تحمليش نفس الفوق تقفز. كنت قولي انا ما عملتش انا اغلص انا ما عملت. يعني هديك عادية يعني. اهو انا لسه هخرمه وانا هسيبه كده. يعني انا هسيبه كده يا رضيكم. اهو. انا بس معاكم في الخطوات دي. وبعدين خلاص. اهو. خلاص. انا مش عايزة اكتر من كده. وهو ربنا يخديه خرام بحتة. انا هكمل بقيت الفيس كده. تعمل بس ايه? كمان خطوة تاني. وكمان خطوة. هنحط كمان مياهن. على تاني تلك. يب. تعيب. وكمان هنحط مياه تانية. عشان دي مياه من الحناطية. المياه اللي جوه انا بحطها مياه من المياه من يعني معدنين. عشان معين تعش عندي اربطين مياه في الحناطية. لكن المياه دي كده كده مش هستفيد دي حاجة. زي ما انت شايف. هسيبها نص ساعة. نص ساعة في الاول وهشوف. على تحت مش هحطها فوق. هحطها في الفرن من تحت. هسيبها نص ساعة وهارجع علي بالكيس من ناحية التانية. نص ساعة كمان. عرص? وهنبدع نشوف بالزبط الخطوات مع بعض الناس. عشان انا مش هرمي الحمام. بس انا جايدي ناس مش هعملهم الحمام ده. وعد طالة رحط الحمام ده. بس هعملوا بقى ايه? بطريقة اللي هو طريقة مش محشي مش قصدي مش حمام لا ده الحمام بتاعنا هتحصي نص ساعة مية. اللي تانية برضو كل ما المية تقلة هتزوديها لو لقيت المية دي قلة اللي برة هتزوديها. ماشي? نحط كده. ونحط برضو شوية ملح وكلفل وندخلها لبوتها للفر. برضو بس دي تاخد ساعة لربع. على الوش ده وساعة لربع على الوش بتاني. يلا. بسوا يا بنات بعد نص ساعة وخمس دقيقة كده طلعتها. هتعملها كده. بسم الله رحمة رحمة رحمة. وهتقدي بيها على النسية التانية. المية بتاعتها لسة ما نشفتش. ماشي? خلاص. برضو هنيجي نخرمها بالتطبك. زي كده. كيس الحرية كده كده. لا ده مش عايز يخرم يعني. ماشي اهو. عشان ما اتفرقاش بس. كيس طبعا نصف 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 نصف. اهو. هرجحها تاني الفرن وهسيبها كمان نصف ساعة او اكتر شوي. هقولك بالضبط قد ايه انا هسيبها. يلا. ده الحمام التاني يا بنات اللي قلتلكم علينا مش مرتحاله. اهو. تعمليه كده اهو. تقل بيها. لسة فيه مياه هزوده. انا بلوكم مش مرتحاله لان لونه. بس انا لين بتقول لي ان طبيعي يبقى لونه يعني فيه حمام بيبقى لونه كده ولو حمام بس انا خفت بقى. انا خفت. بس انا عملته. يعني مش فعنده خفت ان انا هسيبه لأ. يعني لازم اعملته. اهو. تقول لي كده هون. واتسيبيه برضو ده هياخد ساعة لربعة عشان ده من غير كيس. هاتسيبيه ساعة لربعة الفرس. يلا لربعة كده. والحمد لله يا بنات الحمام بتاع لهيطة استوى. انا هسميه كده والله هسميه حمام لهيطة لان انا بجد مش عارفة الحمام ده جايبينه منين او حجمه كده ازاي او انا هو بتاع لهيطة اتتعمل بلون بالك. بسم الله الرحمن الرحيمة. بصوا. انا هحطه بس كم دي اكده على الشواية. ثبت بقى. هو هو يعتبر خلاص استوى. يعني خلاص استوى وتهارى وتحمط. يعني الحمام مش عارفين يقولها انه ايه? اتحمط. بس انا هحطه كمان شوية على الشواية. علشان ياخد لون. وبنهانة والشفة والعافية علينا. وعليكم. اهبصوا تهارى. مش مكتاة ده. مش لهيطة بس تهارى. يلا هنفطها شواية شوية وارجعلي. الحمام يبنى اتحمرته طبعا في على الشواية شوية. اتحمرته بالشكل ده. شاشية الخلغ لما هما يكمل بسيطة ده. خليها كده. الحمد لله الحمام كاش مفنش زي ما كان في الاول. الحمد لله بس طبعا. الحمام هي جامبو. زي ما تركو ده اسمه حمام لهيطة. هطلع عليه الاسم ده عشان هو يليق عليه. اه ده شكل الحمام النهائي ان شاء الله يطلح له قوي بازن الله. انا طبعا اي استفصار اي سؤال انا حضرة. منزوش تعملوا لايك وشير شير شير كثير كثير على مطبخ بطوت على الفيسبوك ومطبخ بطوت كمان على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.